أعطيكم المختصر المفيد عن العدسات كيف نلبسها وإيش النقاط المهمة اللي لازم ننتبه لها أولاً العدسات لابد الالتزام بنوع العدسات إذا كانت هي يومية لابد أن تستخدمها بشكل يومي وترمى شهرية بشكل شهري وترمى وهكذا إذا كانت العدسات لابد أن انتباه التاريخ الصلاحية للعدسات إذا انتهت مدة الصلاحية لابد أنها ترمى لأنها تكون بمواد حافظة موجودة في العلبة فإذا انتهت خلاص تكون تالفة الشيء الثاني ممنوع استعمال عدسات الغير لأن الميكروبات اللي موجودة في العدسات تنتقل من شخص إلى آخر يمنع منع باتاً استخدام العدسات تناقلها سبق أن الطالبات في المدارس يتناقلون العدسات الملونة هذه للزينة من باب أنه أنا بتجرب باللون فلاني وفلان تجرب باللون فلاني وبعدين تنتشر الميكروبات بينهم أيضاً من الأشياء المهمة والبديهية أن الشخص يغسل يدينا بالموية والصابون الأشخاص تكون أظافرهم طويلة ينتبهون أثناء لبس العدسة وإنزالتها أنا ما يتبون في خدوش أو حتى تتلف العدسة ممكنها تنشقل عدسة بسبب الأظافر الشي الثاني ما نحفظ العدسة في موية عادية لابد من حفظ العدسة وغسيلها بالمحلول الخاص بالعدسة لأن الموية فيها ميكروبات معينة لها قابلية أنها تلتصق بالعدسات وتعيش عليها وممكن لما يلبسها الشخص تنتقل للعين وتسبب قرحة في العين وتكون هذا القرحة مزمنة وصعب علاجها إذا لبست العدسة وعينك أصلا فيها جفاف مهم جدا استخدام قطرات الترطيب قبل لبس العدسة وأثناء لبس العدسة ويفضل استخدام جل وقت النوم أما في حال أنك أنت لبس العدسات في أوقات قصيرة أيضا مهم استخدام قطرات الترطيب ليش مهم قطرات الترطيب؟ لأن استخدام قطرات الترطيب تساعد على تدوير الغطاء الدمعي حول العدسة ما في ألم ما في إنزعاج؟ لا بس أما إذا لبست العدسات وكان في ألم وحمرار وما أنت قادر تتحمل العدسات لابد من نزالتها مباشرة حتى لو ما عندك بديل حتى لو ما عندك العلبة الحافظة للعدسات لأن عدسة بدلها عدسة لكن لو انتهبت العين وصارت مشكلة هنا عاد ندخل في طريق طويل من العلاج وقد يتسبب في مشاكل مزمنة في الأبصار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة